اشتركوا في القناة هي الجهاز المسؤول عن إخراج البول من الجسم هو أبارة مكاومة من عدة مراحل إلى عدة وحدات الواحدة الرئيسية والمسؤول عن إنتاج البول هي الكيلتين وبعدين يتكون البول ينزل في ممر اسمه الحالب يوصل لغاية المثانة البولية تحت اللي بتخزن فيها البول لحين انتلاقي المثانة وبعد كده ينزل يخرج على قناة مجرى البول إلى خارج الجسم الالتهابات مثلا يقول التهاب يعني إيه التهاب؟ أو لو نعرف نفسه يعني إيه التهاب؟ التهاب يعني هو تفاعل من الجسم لإيجنت أو عامل مسبب داخل لانسجلة الجسم العامل ده قد يكون كئان حي أو قد يكون غير حي الجسم بيبطير يعمل إجراء معين ضد هذا الكائن اللي بنسميه للتهاب التهاب ده مسؤول عنه الجهاز الدفاع أو المناعة بتاع الجسم مكون من جزء جسمه جزء الخلوي وفي جزء اسمه الجزء الحمراء اللي هو بيطلع مواد اللي هو جسام المضاد يعني نفترض مثلا دخل مكروب إلى نسيج معاين من الجسم أو جسم غير حي يعني يبتدي جهاز المناعية تنبه أن فيه حاجة غريبة دخلت لانسجته يبتدي يهجمه يهجم الكائن دوت عن طريق الأول خلايا المناعية هي أصلا غدر اللي باتترك الغدر النفاوية بتاع الجسم الخلية اللي بينفاوية بتثير تحيط بهذا الكائن منها جزء قد يلتهم هذا الكائن أو يفرس مواد معينة تحاصل أو تدمره الجزء الثاني اللي هو الجهاز الدفاع المكوّم من الأجسام المضادة الكائن ده بيأخذ منه طبع جسم يأخذ منه طبعه في غدر النفاوية معينة تبعثه للجهاز لخلية تطلع أجسام تحاصل هذا الكائن وتستبدت impeccionه أو تدماره أو تقفي النشطه خالص أسباب انتهاب المسالك البولية العزابة الرئيسية طبعاً هو بالنسبة للمسالك البولية وهو موجود الميكروبات الميكروبات دي بتخش هذا الجهاز في منها نوع ميكروب العام وفي منها نوع المتخصص الميكروب العام المشهور أوي أشهر ميكروب بيخش بسبب انتهاب مسالك البولية اللي هو ميكروب اسمه إيكولاي أو باكتيرين معوي دي أشهرهم ودي أكتروا في حاجات أخرى بقى قال لي لكن دي النوع الرئيسي في حاجات بقى تانية مكتوبات متخاصصة زي مكروب الدوران مثلا مكروب متخاصص زي بيخش برضو جهاز بولي مش مكروب عام المكروب العام ده في منه حاجات عادية وفي حاجات بقى شريط الشراسة زي حسناها البيو ساينيس أو البروتيس دي بتؤدي دي فيها نوع من الشراسة شوية دكتور الشجوة بتاعت المريض بتكون عبارة عن ايه طبعا هو اي التهاب في الجسم اول احد يخش بيبتدي حس باعراض الاعراض الرئيسية بالنسبة لانا سيرك وبولي ابتدي حرقان في البول ايه كان عندي حرقان في البول علام في اثناء التبور حرقان في البول او انا اقول احتتغير في لون البول لون البول ده شكله شهي بكون بول حسن الحسن فيه صليل نازل في البول ده العراض الرئيسي نقول لك انا عندي شراحة كل شوية عادية لتعاد مرض تبور انه بتبور كل شوية احادة رهي حمام كل شوية باش قادر استحمل البول ان هو التالت والمشهول بقى ان يحصل الارتفاف ضجل حرارة الاول لقاء الدراء الميكروب ده استقرر في الجليتين او البروستاتة ممكن حرارة تعليق شوية اه حرارة او الام او حرقان في البول ازاي المريض او الدكتور يقدر يشخص الحالة؟ طبعا هو مريض بيجيني يشيجي يقول لان انا هو العرق انا دكتور بقى لي مثلا ثلاثين في عندي حرقان شديد في البول برو الحمام كل شوية او الدكتور حاس ان الجنابي بتوجع انه فيه الام وفيه مع ارتفاف ضجل حرارة بالنسبة للكبار يعني اطفال التفل صغير يجي 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 بطنه بتوجعه ومام تقول لي هو بطن بتوجعه وسوخ وحاس ان كل شو عايز يروح لحماء يعني عنده زيادة ارمان دي دي بالنسبة للأطفال الكبار يقول لان يحاسي احرقان او الام او الام في الجنابي او ارتفاف ضجل حرارة ايه هو دكتور العلاج الامثل لعلاج المسالك البولية؟ الاول عشان عالج لازم اشخص تمام اشخص يعني انا عنده هل هو فعلا التهبات بس ولا التهب مصحب نتيجة حاجة تانية يعني مثلا زي مريض المرضى عندهم ضعف جهاز مناعز السكر مثلا او مرضى الاعتلال الكالوي او الاعتلال الكابدي دي ما عندهوش مناع انا شخص انا شخص ما هو وراء هذا التهب ايه اللي سببه ايه اللي خليه فلازم اعمل فحص المريض واشوف هذا هو التهب بس ولا التهب مصحب بحاجة اخرى انا معالج كل حاجة مع بعض الان اتنين انا باسمع اعراض كويس واسأله انا اعراض مرضية تانية انت جسم اتخذ علاج للسكر او عندك سكر او عندك بشكل في الكلا او مشكل في الكبد اعرف منه حاجات او عنده بكون حصوات مثلا او حصل لقات الرانسدات نصيحة اخيرة من حضرتك لمرضى المسالك البولي شوف بقى هو طبعا يعني نصيحة لي انه دايما المريض ما يستنىش حاجة تاخذ يعني دايما يكون عنده الجراء اللقائي ما استنىش حاجة تتطور معا دي ما اتنين دايما اقوله اشرف صوار كويس دايما يكون يعني دايما احسن حاجة تخلي الجهاز البولي في حالة صحية انه يكون نشرب دايما نشرب صوار كويس دي ما اتنين انه ما يكترش من الحاجات اللي ممكن تضر الجهاز البولي يعني مثلا كتر اكل الحاجات في املاح الحاجات دي لازم اقوله خف منها شوية وخليك متوسط عشان ايه دي عندها قدر ان اترصب وتعمل حصوات او تعمل حاجات وتسد المساعد في الجهاز البولي ابتدل يعمل التبات بعد كده او يعمل مشاكل في وزاق في الكليتين الحاجة التالتة طبعا بتهمني انه والمتابعة الدورية انه انا ما استنىش بحصل مشكلة لان كل شاء اروح عامل شك على الجهاز البولي بتاعي لما كنا قدر ان احصل كبار في السن عنده بروستاتا مثلا ما قفل البول شوية عنده عنده ملاح كتير وبتسده عنده نقرس مثلا ونقرس ده من احاجات اللي بدور جدا من الجهاز البولي ده بيحصل مع شكل سد ويعمل استداد في الجهاز وتكون حصوات لازم المريض يعمل مجراء الوقاية المتابعة ان كل شيء يروح اتطمئ ان فيش عندي مشاكل الدكتور بعمله تشيك بقى بعمل تحليل بول بعمل تحليل وزاق كليتين بعمل شك كراب الموجات السواطية على الجهاز البولي ان في احاجات اللي حقا في اولها بعد نشكر حضرتك جدا 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 أستاذ دكتور خالد فتح يا ريوة أستاذ جراحة المسالك البولية بمعدة كون الكلا والمسالك البولية نورتنا يا فندي من شاء الله نورنا في حلقات عديدة بإذن الله نشكر مشاهدينا الكرام على هذه الحلقة ونشوفكم على اخير الحلقة جاء بإذن الله اشتركوا في القناة ويبدعوا في القناة اشتركوا في القناة ويُقعوا في القناة chan أوه في القناة ويطعوا في القناة اشتركوا في القناة